يعطيكم الف عافية وصفتنا اليوم راح تكون من التراث الاردني بالاخص من تراث منطقة اهل الشمال اليوم راح نعمل مع بعض التشعشيل او بحكولها كمان الكعكيل طبعا هاي الاكلة من الاكلات المرغوبة عندنا بكل بيت اردني كل بيت تقريبا الو خلطته الخاصة بالكعكيل بس اليوم ان شاء الله راح اعملها على طريقة اهل بيتي وصفة شهية تعبوها معي للاخير وتعالي شوف طريقة العمل في البداية هون راح احضر للخلطة راح نحتاج البصل انا هون استخدمت البصل الاخضر اكيد ما كنت استخدم البصل العادي بتقطعوه مكعبات نعمة يا اما بتقلبوه على الغاز مع زيت الزيتون او بتحطوه مثل ما هو مع الخلطة انا هون زي ما حكتلكم استخدمت البصل الاخضر الكمية هي كمية تقديرية بنزل هون البصل بالصحن ورح انزل مع البصل هون معلقة صغيرة منين ملح بالاضافة الى ثلاث ملاق كبار من زيت الزيتون طبعا هون راح افرك كثير منيح بالملح وزيت الزيتون حتى اذب للورق وحتى تنزل ميتو طبعا هاي الخطوة كثير ضرورية بخلي الصحن على الجنب وهلا هون راح احضر للبقدونس بالنسبة لكمية البقدونس هون انا استخدمت ضمتين حجم وسط طبعا غسلته كثير منيح وهلا هون راح اقطعه الاصل بالوصفة هنا بيستخدم اللوف وبيستخدمه الجادة طبعا هاي نباتات متوفرة اكثر شيء في منطقة الشمال طبعا متوفرة بفصل الربيع عشان هيك الاكلة هاي بيعملوها اكثر شيء بفصل الربيع وكمان بعملوها بالشتوية الها شعبية كثير كبيرة بفصل الشتاء راح احط هون معلقة كبيرة من النعنع الناشف اكيد ممكن تستخدموا النعنع الفرش راح نحتاج الملح بالاضافة للفلفل الاسود ورح نحتاج الكركم ربع معلقة صغيرة بالاضافة الى معلقة صغيرة من الكمون عشان البصل راح احط هون معلقتين كبار من زيت الزيتون بخلطهم كثير منيح وبعدها هون راح انزل البيض بالنسبة للبيض هون انا استخدمت سبع حبات من البيض طبعا عندي هون حجم البيض شوي صغير ممكن تحطوا حد ست حبات بقلبهم بخلطهم كثير منيح مع بعض وهلا هون راح ننزل لطحين بالنسبة للطحين هون انا استخدمت نوعين من لطحين لطحين الاسمر ولطحين الابيض طبعا كمية لطحين هي كمية تقديرية كل شوي طبعا هون منحط كمية من لطحين الاسمر وكمية من لطحين الابيض حتى تثقل معي الخلطة لطحين الاسمر هون كثير ضروري هو بيعطي طراوة لحبات الكعكير وكمان بيعطي طعم كثير طيب قوام الخليط هو بكون اثقل من قوام خليط العجة طبعا بالنسبة للبيض فينانس بتكثر كمية اكثر من البيض برجع لكم يعني المقادير هون هي تقديرية حسب الضوء هيك عندي القوام ممتاز بخليه على جنب وهلا هون رح احضر للعدس بالنسبة للعدس هون انا استخدمت الحبة الكاملة استخدمت نصف كاس بغسله بصفيه من المي بنزله بالطنجرة ورح احط فقية المي السخنة ورح اغليه هون على الغاز طبعا العدس في ناس ما بتستخدموا بالوصفة بس منطقة اهل الشمال منطقتي كثير منحط العدس مع الكعكير هون انا رح استخدم بالوصفة الجميل طبعا الاصل بالوصفة بستخدموا اللبن بس انا هون بحب اعملها بالجميد استخدمت هون بكتين وزن كل بكات عندي 500 جرام في حال استخدمتوا اللبن العادي بتستخدموا 2 كيلو من لبن الزبادي طبعا هون رح ارخيه بالماء وبعدها رح احركه كتير مني حات يذوب مع الجميل بعدها هون رح احطه على الغاز بالنسبة لابن الكعكيل ما بنحط له طحين لانو الخلطة فيها طحين هو رح يثقال بعد الغلي فما بيحتاج منكم الا تخففوه شوي بالمية طبعا هون الجميل ما بدو تحريك كتير في حال استخدمتوا اللبن لازم تستمروا في التحريك اول ما اشوف عندي اللبن بلش يغلى ببلش انزل بالخلطة رح احكم لحظة بالنسبة للخلطة طبعا انا هون لاني تركت على الجنب شوي رخط ارجعت هون حطيت لها 4 ملاق اكبار من اللطحين طبعا لانو الخضار اللي فيها نزلت سوائلها فانتو اختبروها بهاد القوام هلا بالنسبة للحجم في ناس بتحب تعملها حجمها كبير في ناس بتحب تعملها حجمها وسط برجع لكم العدس طبعا يقم بتحطوه في البداية قبل ما تنزلوا فيه القطع الكعكيل او انتو بتحطوه بهاي المرحلة طبعا انا هون حطيتو بهاي المرحلة لانو كان مستوي عندي تماما بتركهم هون يغلوا مع بعض طبعا ما تحركوا الا حتى تستوي معكم الحبات انا هون حطيت ربع معلقة صغيرة من الكركم طبعا الكركم اختياري في ناس بتحب اللون اللبن يضلوا على بياض تقريبا هون تركتو يغلاء ثلاث ساعة الجميد عنه هون بثقل عشان اللطحين الفيو مع الغليان كمان بثقل الجميد فعشان هيك كل شوي اذا حسيتوه شوي ثقيد رخوه بالماء هيك عندي الحبات استوات رح احطهم اخر اشي معلقة صغيرة من السمنة طبعا السمنة البلدي بيعطي نكهة كثير طيبة في ناس بتحب تحط مع اللبن العشبة او احواجة المنصف او في ناس بتحب تحط كمان الحندقوق برجعلكم طبعا وحسب المتوفر هيك عندي صارت جاهزة ما شاء الله ريحتها وطعمها بجد شهي طبعا مكوناتها جدا بسيطة متوفرة عنا بكل بيت ما بدها شغل كثير وسريعة ومن اطيب والذ الاكلات الممكن تعملوها بالشتوية وهيك عننا الوصفة صارت جاهزة وهيك عننا الفيديو خلص بتمنى كثير ان الوصفة عجبتكم بتمنى كمان ان الفيديو عجبكم اذا عجبتكم الوصفة عجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها تفايل زر الجرس ويعطيكم الف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر